منصة سين التعليمية يعني رح يجيب لك جملة فيها هون كلمة ناقصة وانت تختار الكلمة حسب ايش؟ حسب معنى الجملة عندك تقرأ الجملة وتشوف اي معنى مناسب رح ندرب اول اشياء اسئلة الكتاب تمام هذا السؤال او هاي اسئلة المعاني بشكل عام سواء فاصل اول او فاصل ثاني عليها عشرين علامة يعني عند الاشتقاق لحاله ديريفيشن اللي اخدناه هادة عشرين علامة التنسز حوالي عشرة لخمس عشر علامة في عنا اسئلة المعاني انه كل وحدة كل يونت تكون عارف معانيها بالعربي أتليست يعني انجليزي عربي بتساعدك انه انت تختار الكلمة المناسبة حسب معناهم تمام؟ نبلش؟ يلا بسم الله كمبيوتر تشب اللي بحكي رقاقة يعني زي مراجعة للمعاني انتوا اعتبروها كالكوليشن لعملية حسابية او حسابات يعني فلابي داسك اللي هو القرص المرن سمارت فون اللي هو هاتف ذكي الوورد وايد واب اللي هو الانترنت تمام؟ البي سي اللي هو كمبيوتر شخصي اللي هو كمبيوتر شخصي ممتازين واخر كلمة اللي هي بروغرام شو يعني بروغرام؟ اللي معناها برنامج تمام؟ هلأ بدنا نقرأ الجملة ونشوف هادا المعنى ايش هو بحكي لك اموبايل فون بينا صح؟ ذات كنكتس تي ذي انترنت موبايل فون اللي هو بقدر استبدالها بي اللي هي السمارت فون ممتازين اللي بعديها بحكي لك زي كأنه معاني يعني زي كأنها اسئلة معاني قطعة صغيرة جوه every computer يعني inside every computer اللي هي ممتازين الليه computer chip الليه ايش computer chip اصمال سيكوير شين سيكوير مربع؟ بحكي لك مربع صغير تمام؟ of plastic used for storing information بستخدمه لتخزين المعلومات from and into computers من وإلى الكمبيوترات اللي هي ايوا يعين عليكم الليه الفلابي دسك computer designed for one person to use كمبيوتر بعمل عشان لone person ايوا الليه PC كمبيوتر شخصي when you use math لما تستخدم الرياضيات to work out and answer انا بعمل calculation excellent all the information shared by computers through the internet معناته انترنت هون ببدلها لي بالworld wide web صح؟ معناته هون يعني كلمات نستبدلها بمعانيها سؤال كتير سهل في كتابكم وواضح جدا بقدر اي شخص فيكم يحله سواء كان ضعيف متوسط شاطر السؤال اللي بعديه بحكي لك اختار بين هدول الكلمتين برضو في عندكم في الاكتيبيتي بوك page 6 في صفحة السادسة عشان قدروا تسألوني ما سفي داعي ارجع للكتب اللي عندي لا افرج داعي لانه في الدوسية الحمدلله يعني احنا اسمتلكم كل اشي وين الاشي في الدوسية حطتلكم اياه المعاني لحال قطع لحال قواعد لحال بس ما في ولا اشي في الكتاب انا مش حكيته او مش ذكرينه في الدوسية هلا بحكي لك modern computers شاني modern حكي انا modern معناه حديث صح الكمبيوترات الحديثة او الجديدة can run a lot of programs شاني programs ايوا برامج models يعني موديلات تمام at the same time هلا الكمبيوترات الحديثة بتقدر تشغل برامج ولا موديلات في نفس الوقت ايوا برامج programs اكيد واضحة you can move وادر اتحرك around the computer screen شاني سكرين شاشة صح وادر اتحرك في الشاشة بستخدم tablet ولا mouse ايوا سهلة mouse اكيد period of ten years مدة عشرة سنوات هي decade decade حكيانا معناها عقد ولا generation اللي هي الجيل يعاني عليكم يعاني decade excellent اللابتوب ولا tablet اللابتوب ولا tablet doesn't need a keyboard شان الكيبورد دي لو حت مفاتيه مين فيهما ما بحتاج keyboard اكيد هي tablet اللي هو التلفزيون was first invented كان اول اختراع ولا تطور لا جون بريد اول اختراع اكيد invented اول اختراع لا جون بريد اوكي السؤال اللي بعديه برضو عندكم في الكتاب اللابتوب اللي هو اللابتوب program برنامج model اللي هي موديل قديم جديد حسب smartphone هاتف ذكي excellent calculation اللي هي معناها حسب يالله رقزوا معي هون شوي يال هلا بدي انتبه في طالب بحكي لي مس انا ما بعرف اترجم يعني بكون فاهم حافظ المعاني بس ما بعرف اترجم الجملة مو احنا حبايبي ما نقدر نحكي ما بعرف ما بعرف لازم اني ابلش صح عشان اعرف فاحنا اي كلمات الجديه بتمر معانا خاصة في اسلات الكتاب لازم انك تعرفها بحكيلك although they are pocket size pocket size pocket size يعني حجم الجيب اكتبوها حجم الجيب يعني كيف حجم الجيب هيك زي هيك اشي صغير are powerful computers as well as phones شو رايكم هاي الجملة شو بتحتاج بحكيلك هي عبارة عن اشي بحجم الجيبة are powerful computers as well as phone excellent اللي هي smart phone ممتازين my brother my brother اخي is learning شعني learning يتعلم how to write computer ايش اخوي قعد بتعلم انه يعمل computer program excellent بعمل برامج computer بتعلم كيف يعمل برامج computer عندك صعوبة حاول انه انت تفهم المعاني وتعرف انه هالجملة هيك بدها okay i need to make a few h بدي اعمل شوية شو few يعني قليل before i decide أبل ما اقرر how much يعني how much كم كم السعر يعني how much to spend أبل ما اقرر قداش بدي اصرف بدي اعمل شوية شو أبل ما اقرر قداش بدي how to spend how much to spend بدي اعمل calculation excellent بدي اعمل حسابات okay ممتازين mobile phones used to be huge التلفونات القديمة كانت ايش كبيرة early age were as big as bricks بحيالك انه التلفونات القديمة كانت زي الحجار يعني كبيرة هيك بحجم الحجر فالهي model early model excellent يعني الموديلات القديمة كانت شمالها كبيرة excellent i can close the lead of my بدي اسكر ايش ايوه اللابتوب and then put it in my bag واحطها في حقيبتي اوكي السؤال اللي بعديه برضو في كتابكم تعالوا نترجمهم ابلاغ حكيانا شو معناه مدونة او مفكرة سجل اي اشي انت بتكتب عن حالك online daily email exchange اللي هي تبادل الاملات السلام عليكم حب كبير لكم والله السوشال ميديا اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي لايحرقهم لايحرقهم والله التابلت كومبيوتر اللي هو التابلت الايباد whiteboard اللي هو اللوح التفاعلي صح؟ صح شوفوا راح احكي الشغلة وانتو تحكولي اش بستخدمها يعني اش بستخدم السوشال ميديا التابلت الwhiteboard شو بستخدم اذا بد اعمل record interviews شعن interview مقابلات اذا بد اعمل تسجيل مقابلات مع people شو بستخدم اكيد مش الاملات مثلا ايوه التابلت كومبيوتر اكسلانت راح استخدم ايش التابلت كومبيوتر اذا بد اعمل recording دي اسجل مقابلات مع الناس راح استخدم التابلت اكيد share information with students مع طلاب in another country في بلدان اخرى كيف بد اتواصل مع طلاب في بلدان اخرى حسب القطعة اللي عنا اللي هي email exchange اللي يتبادل ايش الاملات اكسلانت مش حكينا انو الطالبة بعت ايميل لطالب من نفس عمره بس في مدرسة تانية او طالب في دول ايوه مش ننسى watch انو نشاهد watch educational programs برامج تعلمية في الصف any class يا السلام عليكم راح استخدم اكيد اللي هي white board to watch educational program ask another student to check your homework بس الطالب انو شيك عالواجب اكسلانت في السوشال ميديا ممكن استخدم تواصل ايش الاجتماعي the last one online diary مذكرات يومية اللي هي كلمة ايش ابضعك نشوف اسألي وزارية على الوحدة الاولى كيف جابوا النمط هل في اشي صعب هل في اشي سهل تعالوا نشوف يعني شفتوا القطع depending on age to follow انو يتابعوا with their students assignment يعني واجبات طلابهم طيب في عنا معلمين وفي عنا طلاب فاكيد اشي علاقة في التعليم فالتيتشارز تعتمد على ايش راح تكون تعتمد على الحسابات على الكالكوليشن لا طب على فلابيدسك بتتابع طلابها لا طب تزوير هوية الها دخل identity fraud اكيد لا فالاجابة هي ايش email exchange فميحكي لك المعلمين بيعتمدوا على التبادل الاميلات عشان يتابعوا student assignments يعني الواجبات بس تفوت الجامعة بطل تحكوا واجب عندي واجب عندي assignment mathematical mathematical هيا math شعني math رياضيات are often able to complicated very quickly شعني quickly يعني بسرعة يا الله شريت عليك يا طعم هزيل الدهان عارفة كيف والله طعم هزيل الدهان بحكي لك هون علماء رياضيات يعني بقدر انهم يحلوا complicated age بسرعة يعني اشياء معقدة بسرعة ايش هي اكيد العلاقة في security setting امان ضبط الامان لا طب مدونة او سجل لا طب الانترنت لا بحلوا calculations بحلوا حسابات very quickly بسرعة كيف عرفت من كلمة mathematical بحلوا حسابات رح تقرأ الكمبيوترات رح تقرأ اوكي الرزلت شعين الرزلت نتائج of the age in a few seconds 20 seconds ثواني الكمبيوترات شو رح تقرأ بثواني رح تقرأ blog لا access لا رح تقرأ الحسابات بثواني رزلت رزلت of the calculations in a few seconds اوكي منكسر اطفرنا ماشي thousands of people الاف الناس fall victims to electronic age each year شوفوا لي بالله تسؤال الاف الناس تقع fall victims شعني victims ضحايا of electronic يعني اشي الكتروني كتر من الناس بوقعوا ضحايا ايش الاشي الكتروني each year access بحث أو وصول طب social media لا لي بوقعوا في تزوير الهوية الاش الالكتروني ممتازين طيب اللي بعديها students can use a الطلاب بقدروا يستخدموا اش media خيروا تغلطوا فاكسوا هاد سؤال وزاري on their computers to help them with their study اش media email media ولا social media مضينا هاد سؤال وزاري والله make sure تأكد انه الباسورد تبعونك شمالهم حسابات بحث أو وصول واللي آمنين secure تأكد انه الباسورد تبعونك secure the word which mean المعنى اللي هو to find information especially in computer ايوه access اللي بحث أو ايش أو وصول يعني ابحث معلومات على الكمبيوتر اللي هي كلمة شو access بحث أو وصول if stranger stranger يعني الغرباء يعني حدا غريب عنك if strangers find out enough information about you إذا حدا لقى معلومات كافية عنك فبقدر يعمل access لإيش بقدر يوصل لإيش للقرس المرنة اللي عندك ولا تزوير هوية ولا للرقاقة الكمبيوتر ولا security setting بقدر يوصل ل أيوه بقدر يوصل لضبط الإمان اللي عندك easily the security settings في طلاب هون أحيانا بيجاوبول إياها identity fraud ممكن ممكن تغلط فيها أنك تحل تزوير هوية لا لا بحكي لك إذا الغرباء وصلوا لمعلوماتك فهم بقدر يوصل للا security setting اللي عندك ضبط الإير الأمان space means والله تركزوا شوي هون كلمة معناها program برنامج checks بشيك لك إذا في عندك content معين شعني content محتوى on our page should be displayed شعني displayed يعني لا ينعرض لل viewer شعني viewer اللي هي المشاهد هاي حكيت لكم يا لما شرحتها قلت لكم إيجاة وزاري هاي كانت كلمة filter excellent فكلمة filter هو برنامج بشيك لك إذا في عندك محتوى معين لازم أنه ما ينعرض نوكا للمشاهد لل viewer طالعنا ثلاث جمل our controls تحكمات موجودة على social media أو social network بتخليك decide تقرر who can see your information ها ما أش هي هاي ال settings أكيد مش تزوير هوية ولا إيميل ولا ضبط الأمان هاي ال private settings ضبط الخصصية اللي بتكون على social network زي كيف عندك بتخلي مثلا صفحاتك public private هيك هالشياء أوكي students طالع بقدروا يستخدموا إيش to do tasks عشان يعملوا الواجبات زي إنهم يبحثوا عن صور researching information recording interview وإيش بيستخدموا التزوير هوية لا فلتر لا ضبط الأمان لا اللي هي بيستخدموا التابت كمبيوتر سؤال واضح ومباشر آخر سؤال بحكي لك بحكي لك أنا قرأت إيش أكيد مش فلتر ولا إلا دخل في الحسابات ولا إلا دخل في الاكسس أول ما تشوفوا كلمة post يعرفوا إنها blog post اكتبوها والله عندكم blog post يعني إذا كانوا حدو هيك كاتب مقال أو مدونة أو شي عن أهمية اللي هي traditional craft in modern day's society هيك خلصنا إحنا الوحدة الأولى من ناحية قطع ومعاني ضي لنا قواعدها وقواعدها كتير سهلة في البعض منها مر معاكم في أول ثلوية في بعض منها لا بس إحنا رح نشرح كل شيء أردي من حي الأسئلة الكتاب والأسئلة الوزرية اللي عليها خليكم صح صحين ويعطيكم ألف عافية